في خطوتين في منتقى الأهمية في حياتك القرائب بجانب طبعا للتحاد نادي الزمالك أولا نادي الزمالك دي خطوة كانت أكيد بالنسبة لك مهمة وأنا عارف نادي الزمالكاو أنت قلت لنك زمالكاو جدا لما برضو ما طولتش التجربة بتاعة نادي الزمالك أنا رحت نادي الزمالك كنت هدف الدوري في اتحاد الشرطة في السنة 2013 كنت واخد أنا وجون أنطوي هدف الدوري فما رحت نادي الزمالك نادي الزمالك متخيل خالد المكانة شغالة أول ماتشين ثلاثة جيبت جنين وزي الفل فالدنيا وقفت شوي فكان معايا أحمد علي وباسم مرسي وعبد الله سيسي فمشت مع باسم فترة فالفترة اللي أنا بس أنا كنت بلعب فماتش باسم جاب في جول ماتش اللي بعديه جول جول فخالد بدأ اللي هو إيه يبعد وباسم بيلعب يبعد الإسمن الخالد اللي هو كان جاي رقم واحد وكان رقم واحد في المنطقة بمصر فيبعد بدأ أنا حسيت بكده جينا في آخر السنة خدت الدوري وخدت الكاس وخدت السوبر مع الزمالك فأنا حسيت السنة اللي بعدها حسيت أن أنا دوري هيبقى ربع ساعة نصف ساعة ممكن ماتشي لأ أو فأنا رحت السنة المستشار المرتدة واتكلمت معي قلت له أنا حابب أن أنا أطلع إعارة عشان أنا حاس أن أنا ما ليش دور أنا من نوع أن أنا يعني لو مش هلعب هنا حتى لو هلعب في نادي قليل مش قليل يعني حاجة أقل من في تاريخ نادي الزمالك بالزبط فحابب أن أنا أخرج إعارة أو أشوف اللي أنت حضر جاء في عروض طب إحنا مش موافقين وكده قلت له أه في عروض فكان في عرض سموحة رحت سموحة الحمد لله من رحت سموحة وجيت راجع الزمالك وبرضو ما فيش توفيق أنا رجعت الزمالك ثلاث مرات يعني رحت الاتحاد وجيت راجع برضو الزمالك فخدت قرار أخي كل ما بترجع الزمالك مبقاش فيه توفيق في ثلاث مرات بيبقوا جايبين أفركم مثلا باسم مرسي بصراحة يعني وحاجة زعلنا يعني باسم تقلق موسم واحد معنات الزمالك كان تقلق عظيم جدا هو كان فيه توفيق غير طبيعي توفيق من ربنا غير طبيعي مع باسم وكان في السنة دي كان يعني كله كان بيخدم عليه ضربة جزاء تيجي يروح فاول يروح فكان هما يعني مش عايز أقولك إحنا كلنا الفريق كله كان عايز باسم اللي هو هياخد هدافة دوري وكلام ده فالفترة دي احنا ما يعني أنا ما أسرتش أنا ما أسرتش في الفترة دي حسيت بقى أن هيبقى فيه تأثير للفترة أن جايبين جابوا كاسونجو وجابوا مش عارف حد أفريكي كمان واحمد حسن مكي ففيه ثلاث فراودة مع باسم وفيه حد كان مصطفى محمد فأنا حسيت برضو دوري هيبقى قليل لو تاني برضو مش هقبلها يعني في الوقت ده لو كنت تاني ما كنتش وانا جاي هدافة دوري بالزبط فأنا حسيت أن أنا ممكن أروح نادي أبقى أول آه بس فيه دايما جملة مشهورة جدا عند رعيب الكرة يقولك أنا هعرف أفرد نفسي يعني أنا لو أخدت بس مباراة أنا مش هطلع من ملعب تاني تمام أنا في نادي الزمالك أنا ملعبتش في مكاني ست ماتشات أو خمس ماتشات كل الماتشات كنت بلعب رقم عشرة تحت باسم فاهم كلها فاهم الماتشات اللي أنا لعبتها ثلاث ماتشات أو أربع ماتشات منهم ماتش الشرطة جبت فيه جولين كل الماتشات اللي لعبت فيها فرود جبت فيها جوال انت علاقتك بفريلك يتعلق كويس كان بيحب كان عنده أكتر حد في المكان ده كان كنت أنا اللي هو رقم عشرة كان فيه في الوقت ده كان كابتن أحمد عيد عبد ملك وأيمن حفني ومصطفى فتحي كان كنت بالعب أنا في المكان ده وهما كانوا يطرافي برا فهو كان عايزني مثلا في كل كروس في كل أوفر أنا موجود في الـ 18 وأرجع دافع فدي كان بتاخد مني إن أنا برجع دافع وكده كده بس مفرود موجود قدامي فدي أعبال مروح وأيجي كان الموضوع طبعا وأنت كمهاجم أنت عايز بيقوله كده إيه اللي يخدم عليك أنا مستنى الحتة بتاعتي صح يعني أنا مستنى حتتي إن أنا أجي وأخلص فدي كانت واخدة مني كتير اللاقتك هيتجيدة بمعلاقي في نادي الزمالك؟ لحد الآن لحد الآن مين كان أقرب الناس ليك في نادي الزمالك؟ أولا كان حازم أمام على طول بيتكلم معايا حتى أما رحنا للاتحاد كلمنا بعض وروحنا مع بعض رحنا عشان إحنا رحين مع بعض فهو كان فيه محمد سالم ولحد الآن حازم لسا مكلمني قريب وفي دوودار معايا على طول بينك مين من كبتين الفرق كانت علاقتك بك هاي سغير حازم؟ كان فيه أحمد عيد عبد ملك وإحنا كنا رحين كانش فيه الله حازم كبتين الفرق إحنا كنا 18 لعيب جديد صح فاكر كنا 18 فما فيش يعني عارف أنت كان أحمد عيد وحازم يام وعمر جابر فرقة جديدة آه رحين فرقة جديدة فالفرقة راح اتخدت بقى كل البطولات اللي كانت التجربة دي لما بتستعيدها تاني بتبقى مستمتع بيها ولا زعلان من التجربة؟ هو أنا زعلت بعد التجربة يعني بعد السنة ما خلصت آه إن مثلا العشرين لعيب أو الخمسة وعشرين لعيب اللي موجودين سواء لعبوا أو ما لعبوش وفضلوا موجودين عشر سنين بطولات نريد الزمالك كلها لو كنت قفلت على المجموعة دي آه مثلا خالد أنا كنت طالب بدأ نطلع عار لا خالد ما انتاش ماشي انت موجود آه ومسلا في ناس ما كانتش بتلعب منهم دو دار وصالح موسى ورد بس هم حاجة عندك الموضوع كان هنا آه كله كان صافي الأمور كانت كلها صافية وكله عايز يكسر انت بتقولي من الجيل اللي هو بتاع 2014-2015 اه الجيل ده لو كان نكمل في ناس الزمالك كله 10 سنين بطولات ايوه احنا كنا بننزل ماتش يقل فرقة كان بتاخد اتنين وثلاتة كده كده عارفين ان احنا هنكسب ما كانش في حد بيقف قدامنا في الوقت ده فده لو كان نكمل أنا متعيلي وكل الناس بتقول كده اللاعبة كلها اللي طلبوا انا الوحيد انا وحمد عيد عب مالك اللي طلبنا ان احنا ممكن ان احنا نمشي ان انا كنت عايز ألعب فحسيت ان انا مش هلعب لكن كإدارة لو كانوا استكروا على المجموعة دي طب بعد ما انت مشيت بقى انت مشيب بناء على طلبك اه طبعا بعد ما انت مشيت قلت كنت ممكن استحمل شوية وكمل ما قدرتش كنت شايف ان انا السنة اللي قابليها هدفت دوري ورقم واحد في الفراودة في منتخب مصر ففجأة لقيت نفسي اروح منتخب مصر وما رحش بقيت كده فانا قلت انا عايز ألعب فروحتي اسموحة بصراحة الحمد لله الدنيا كانت ماشية معي لحد ما جات اصابة اللي هي الرباط الصليمي عطلتني شوية بس رجعت الزمالك طلعوني عرى الاتحاد دي دي فترة بقى من احسن فترات حياتي كلها الاتحاد ست سنين بتوع الاتحاد دي موسيقى